أكثر من مئة ناشر يجتمعون الشهر المقبل في معرض القصيم الأول للكتاب لعرض كل ما هو جديد في عالم الثقافة نحن نرى أن دور النشر العربية والعالمية تتنافس على المؤلف السعودي وهناك الكثير من المؤلفين السعوديين الذين يعرضون حتى مؤلفاتهم خارج المملكة فلماذا لا يكون له دور في المملكة العربية السعودية وهم عارض الكتب في مدن المملكة ومناطق المملكة المعرض الأول للكتاب في القصيم والثالث في السعودية بعد معرضي الرياض وجدة ينظم بجهود مشتركة بين إمارة منطقة القصيم ووزارة التعليم وجمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع بمسار مختلف يعتمد على مواكبة العصر عبر فتح المجال للكتاب الرقمي وتقنياته هذا سيظل في القصيم لكن الوزارة مع جمعية الناشرين السعوديين ومع الشركة الوطنية للتوزيع ستقيم معارض في مناطق أخرى السنة الجاية مثلا ممكن يكون في المنطقة الشرقية السنة اللي بعدها مثلا في الشمال في الجنوب وهكذا كشفت جمعية الناشرين السعوديين أن المعرض ينظم سنويا لخدمة الناشر السعودي وتشجيع المؤلفين وتبني أي إنتاج يتوافق مع متطلبات العصر والرقابة وسيكون منصة تكريم للمميزين منهم نحن في جمعية الناشرين السعوديين هذا المعرض متبنى على أن يكون معرضا محليا فمسؤول دور الناشر السعودية عن جميع ما تعرض اهتمام القائمين على المعرض بالطلاب والطالبات برز من خلال إعلانهم تخفيض أسعار الكتب وتخصيص منصات تكريم لكل من تميز في المسابقات المحلية والدولية كمسابقة تحدي القراءة من القصيم سعود الخلف العربية